ينتشر على نطاق واسع في البلاد تتحدث منظمة أطباء بلا حدود عن وباء كورونا الذي يتفشى بسهولة في اليمن البلد الذي شهد انهيار بنيته الصحية بسبب الحرب ولقد قضى فيروس كوفيد 19 بتأكيد بيان أطباء بلا حدود على ما تبقى من النظام الصحي في اليمن وتسبب الخوف منه بإغلاق العديد من المستشفيات بسبب النقص في الموظفين ومعدات الوقاة الصحية نجح الوباء في ضرب أفراد الجهات المختصة التي يمكنها علاج الناس حيث وصل إجمالي عدد المتوفين بالفيروس بين الكوادر الطبية إلى 32 طبيباً وصيدلياً وفق إحصائية أعلنتها نقابة الأطباء والصيادلة في الحادي عشر من نيو الجاري الهيئات التعليمية كان لها نصيب من حصة الموت بوباء كورونا وأوبئة أخرى حيث توفى 27 من طاقم جامعة عدن فقط خلال شهر أبريل الماضي ومطلع يونيو الجاري رسمياً وفي المناطق الخاضعة للشرعية وصل عدد وفيات وباء كورونا إلى 136 حالة من بين 591 حالة إصابة حتى الحادي عشر من يونيو الجاري بحسب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بينما لا تزال ميليشيا الحوثي تمارس سياسة التكتم حول الإحصائيات والتستر على الوفيات في صنعاء وإب وبقية المناطق الخاضعة لها وسط اتهامات محلية بانتشار كبير لمقابر موتى كورونا سيموت الكثير من الناس بسبب كورونا كما تقول مسؤولة أممية ليس فقط نتيجة فقدان الرعاية الصحية بل أيضاً لسياسة الإنكار التي تواجه بها السلطات الوباء وعقدة الخوف الشعبية منه ما يجعلهم يأتون إلى العلاج بعد فوات الأوان وما يجعل إنقاذهم صعباً للغاية اشتركوا في القناة